تعاني المستشفيات والمؤسسات الطبية في قطاع غزة حالة تظهر شديدة في الأوضاع بما يهدد حياة المرضى والأطقم الطبية بسبب استمرار عضواني جيش الاحتلال على قطاع غزة وفي السياق يعيش مستشفى الأمال في خانيونس جنوب القطاع حالة مأساوية تفضح مدى عضوانية جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين فوق ما كان طريقاً ووسط ما أصبح ركاماً صارت هذه القافلة الطبية لمنظمة الصحة العالمية وعدد من الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في طريقها نحو مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة لإصال إمدادات طبية ومستلزمات حيوية لهذا المستشفى المحاصر عبر بوابة المستشفى المهدمة مرت السيارات صورة مأساوية تفضح عضوانية الاحتلال وعدم تفريقه بينما هو مدني وعسكري فلم يسلم مكان في محيط المستشفى من الدمار حتى سيارات الإسعاف نحن تحت الحصار فلا يستطيع المرضى الوصول إلى المستشفى كما لا يسمح لهم بسير في الشوارع القريبة منها إن سيارات الإسعاف لدينا الآن لا تستطيع التحرك خارج المستشفى بملابسهم المميزة الدل على تبعيتهم لمنظمة الأمم المتحدة وصل الفريق الطبي الأممي إلى المستشفى والتقى مسؤوليه كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ أو ما تبقى منها وداخل غرف عنابر المستشفى تكدس المرضى فوق الأسرة كل يحمل أوجاعه وجروحه بداخله حتى هذا الرضيع الذي لم يتجاوز عمره شهور العدوان الإسرائيلي على القطاع لم يسلم من نيران جيش الاحتلال بعدما أصيب بشضايا زجاج مكسور فذهبت أمه إلى المستشفى بحثا له عن استلامة زيارة كشفت الحالة المزرية التي بات عليها الوضع فمن يصدق أن تكون باحة المستشفى ساحة لتجميع النفايات بعدما منع الاحتلال الدخول أو الخروج من المستشفى إن مستوى الدمار داخل المستشفى لا يمكن تصوره ومع ذلك لا يزال هناك مرضى إن أولويتنا القصوى هي تحديد عدد منهم وإعادة توجيههم إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة جاءت القافلة الأممية إلى مستشفى الأمل محملة بما تيسر من ماء وغذاء ودواء ولكن هل جاءت في الوقت المناسب؟ يتساءل الأطباء والمرضى معا مستشفى الأمل لم يعد يحمل من اسمه شيئا فلهو مؤهل لتقديم الخدمة الطبية بعدما أصبح أثرا بعد عين ولا يرى القائمون عليه أو المحتاجون إليه أي أمل في ظل استمرار الحصار والقصف والاستهداف